بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثاني من أبواب الإعراب بالنيابة جمع المذكر السالم جمع المذكر السالم ما تعرف جمع المذكر السالم قالوا هو ما دل على أكثر من اثنين هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة بزيادة واو ونون أو يا ونون حسب الموقع الإعرابي هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو يا ونون حسب الموقع الإعرابي كيف يعرب هذا الإسم يرفع بالواوي يرفع بالواوي نيابة عن الضمة وينصب بالياء نيابة عن الفتحة ويجر بالياء نيابة عن الكسرة الكسرة لاحظ معي أن هذا الباب من أبواب الإعراب قد دخل إلى الأبواب الإعراب بالنيابة من العلامات كلها فهو يعرب يرفع بعلامة فرعية وينصب بعلامة فرعية ويجر بعلامة فرعية الأمثلة على ذلك يقول الله تعالى قد أفلح المؤمنون إعراب المؤمنون هنا المؤمنون هنا إعرابها إعرابها فاعل مرفوع علامة رفعه لن أفلح فعل ماضي والمؤمنون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم يقول الله تعالى في آية أخرى إن المسلمين والمسلمات إن المسلمين والمسلمات إعراب المسلمين هنا اسم إن دائما اسم إن يأتي ماذا يأتي منصوب هنا ما علامة النصب علامة النصب الياء لأنه جمع مذكر سالم يقول الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين المتقين هنا جاءت مجرورة لأن هذا حرف جر والمتقين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه من جمع المذكر السالم ممكن تأتي هنا متقون ممكن مسلمون ممكن مؤمنين حسب الموقع الإعرابي إذن جمع المذكر السالم يرفع بالواوي نيابة عن الضمة وينصب ويجر بألياء كما في هذه الأمثلة هناك أسماء تلحق بجمع المذكر السالم لم تأخذ نفس الحكم في جمع المذكر السالم عند الصياغة لم تأخذ حكمه عند الصياغة فتسمى ملحقات خالفت بعض شروط جمع المذكر السالم لكنها تأخذ حكمه الإعرابي مثل كلمات محدودة مثل عالمون وبنون وسنون وأراضون وأهلون هذه الكلمات تأتي عالمون وعالمين بنون وبنين سنون وسنين أراضون وأراضين أهلون وأهلين حسب موقعها الإعرابي أيضا هناك كلمات عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون هذه نسميها الفاظ العقود الفاظ العقود قد تأتي مرة عشرون ومرة عشرين ثلاثون وثلاثين تسعون وتسعين أقول على سبيل المثال أقول على سبيل المثال اشتريت عشرين قلما لاحظ معي عشرين هنا جاءت بلياء لأنها مفعول به منصوب وعلامة نص به اللياء لأنها ملحقة بجم المذكر السالم هؤلاء خمسون حاجا مثلا جاءت مرفوعة يقول الشاعر ما المالوا والأهلون ما المالوا والأهلون إلا ودائع لاحظ معي كلمة الأهلون هنا أتت بالواو لأنها في موضع الرفع في موضع الرفع المال مبتدى مرفوعة طرفه الضم الظهر على آخره والواو حرف عطف ولأن هذا مبتدى فما يعطف عليه لأنه مرفوع فما يعطف عليه لابد أن يكون أيضا مرفوع وهنا علامة الرفع اختلفت أصبحت الواو وليست الضمة لأن كلمة أهلون كلمة ملحقة بجمع المذكر السالم انتهى هذا الدرس نراكم في درس آخر من دروس أبواب الإعراب بالنيابة